اختتمت اليوم ورشة العمل الدولية حول العدالة الإصلاحية للأطفال والتي نظمتها النيابة العامة تحت رعاية النائب العام دكتور علي بن فضل البعينين النائب العام بعنوان آفاق وتحديات التطبيق الفاعل لقانون العدالة الإصلاحية للأطفال نعم ورشة العمل التي عقدت يوم أمس بالتعاون مع معهد دراسات القضائية والقانونية ومكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة تناولت المحاور القانونية لمعاملة الطفل جنائيا وأفضل التطبيقات المحققة لمصالح الطفل فضلا عن مناهج حمايته فيما انتهت ورشة العمل لعدة توصيات لضمان التطبيق الفعال يحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ومراعاة المصالح الفضلة للأطفال خلال الإجراءات المتخذة حيالهم والوسائل القانونية والتنفيذية لحمايتهم من سوء المعاملة هذا ونوه النياب العام الدكتور علي بن فضل البعينين بالفوائد التي تحققت على الورشة وأشار إلى إصداره توجيهات للمختصين بالنيابة العامة بتوثيق نتائج وتوصيات الورشة للاسترشاد بها في تطبيق أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر